موسيقى امت الصناع بختها في مصر مش هيكون ضايع؟ بص تدور الدول الكبيرة جدا بتقول ان العمالة الفنية والتعليم الفني هو البوابة لتحقيق تنمية شديدة وهنا بتكلم على دي نظر محتاجين ننظر لها ان النهاردة ما بقاش الصناعي او السنو الزراعي او السنو بكل انواعه غير السنو العام ده درجة تانية النهاردة بنشوف الدولة بتعمل مدارس تكنولوجية بستهدف بها خريجي سواء مرحلة الاعدادية اللي عايزيني بقو في تعليم سنوي فني او خريجي السنوية الفنية المفاجأة اللي يمكن مش كتير من الناس تعرفها ان عدد البجول في المدارس دي كبير جدا وبيتكدوا بالدرجات عالية جدا فالنهاردة المتفوق اللي عاوز يبقى بيدور على مش اقول حرفة فنية ولكن تخصص مهني مطلوب في المستقبل بقى سبيله مش السنو العامة هنا يمكن لو بنبس كمان خمس سبع لعشر سنين جل كتير هتبقى السنوية العامة هي المصاري اللي بياخدوا بالشخص اللي مش عارف مستقبل ورائح لفني احنا بديعك السنوية دي نقطة مهم جدا النقطة التانية ان احنا شايفين استمارات الدولة المصرية عامة ازاي في هذا الشكل ده مش جاي من فراغ ده جاي من دراسة دي تغارب التغير في الدول بشكل كبير ده جاي فيه على الحقيقة دراسة اهمية الكوادر اللي خارجة الوظائف المستقبلية المهارات المستقبلة المحتاجها وبالتالي احنا بنقاهد شبابنا من دلوقتي الواقع بيقول انه مش تعليم تقليدي هو ما محتاجينه بمستقبل وبالتالي الحلم اللي كنا مدهر عليه فكرة التبازل عن كليات القمة وان انا ما بقاش بدور على مغارد ملموع شرف الكلية من كليات القمة البحث عن التخصص الاقرب ليه التخصص المطلوب في السوق دي دي نقدارة جديدة اللي اتوقع المجتمع بدأ ينظر بيها لسوق العمل بشكل عام وتحديدا الوظائف المهنية او الفنية بشكل خاص القانون الحقيقي اللي كان خاص به انشاء هيئة ليه ضمار جادة التعليم الفني كتير كانوا بيسألوا على ضمها بالفعل فيه هيئة للضمار جادة التعليم وكانت بالفعل مغادرة من مدارس الفنية احنا رأينا ان الاهتمام او تماشيا مع اهتمام الدولة بالنوع ده من التعليم يتطلب وجود هيئة مستقلة هيئة معنية بهذا النوع من التعليم علشان تقدر اولا تضمن اصدار ترخيص ومتابعة وتقيم لعدد كبير من مدارس وعدد كبير من الجامعات وبرمج التعليمية اللي تصدر في هذا الشأن الحاجة ده ليه اهميته وخفف شوية من على حل هيئة ضمار جادة التعليم تركز اكثر فيه التعليم بمراحب المختلفة بقى توقع كده رسالة واضحة الرسالة اصدارها مدارس الشيوخ بالموافقة من حيث المبدأ وعالة كمان المواد اللي كانت بالمناسبة التعديلات فيها كانت توقفت بالحدود لان على الحقيقة المشروع كانت جيد جدا ومفخر ده احد او من اولى المشروعات يمكن مجل الشيوخ اصدارها منذ معقدوم اشتركوا في القناة